نرجو معكم في جزئنا الثاني من برنامج إيكونوف واليوم موضوعنا هو التحول الرقمي في أفق الفين وخمسين في تونس بشير ونرحب بضيوفي سيعد بن يوسف أتاز جامعي وخبير في الاقتصاد الرقمي مرحبا بك سيعد مرحبا بك ومرحبا المستمعين ومشاهدي إيكونوف بنات التاسعة وإيكونوف سي عسين برجب مرحبا بك شكرا على استضافة شنسأت وتحياتي للمشاهدين مرحبا بك عايشك أيمن أنت من الأول الثاني رحبنا بك باللول مستمعين بك مرحبا بك من أخرى مستمعين مرحبا بك تحياتي لك بالعكس هذا حاجة بيه وصيعدنا بنصلح مرحبا عايشكو بيك ومرحبا بذيوفك الكرام نمشيوب بشرة لوينو المشكل نبداو معك سيعدل بن يوسف أنت عملت دراسة على الرقمنا في تونس في الفين وخمسين شرفت عليها أنت حكولي؟ بالضبط كيفاش بدأت؟ كيفاش بدأ الموضوع؟ هي دراسة استراتيجية المعهد التونسي لدراسات الاستراتيجية اللي تابع رئاسة جمهورية اللي تابع رئاسة جمهورية واللي يشرف عليه السيسامي بن جنات وسمهدي تاش هما مجموعة من الدراسات الاستراتيجية أي بلاد اليوم في العالم يجب أن تعرف كيفاش تتعامل مع الواقع والاستراتيجية تبني على واقع معانتها بعيد المدى معانتها يشوفوا البعيد المدى شنو اللي بشي يصير ثم دراسة في الصحة دراسة في الطاقة دراسات معانتها في الماء خمسة ولا ستة دراسات استراتيجية كبرى موجودين في الموقع معانتها يشوفوهم الدراسة هذه على رقمنا في أفق 2050 هي بشي تكمل الدراسات الأخرى كان فيها فريق متكامل كان وزير اتصالات سابق هو سيم محمد الناصر معانتها كان في الفريق سيم شام تورك اللي هو معانتها اليوم المدير متاع نوفيشن سيتي في سوسا وزوزة ساذة جامعيين اللي هما محمد المبروكي وسيم مرير الدهماني من جامعة قفصة أنا أكد دونك نحن فريق متكامل ثم منهجية نفس المنهجية معانت المنهجية ما كنت اخترنا هاش نحن منهجية هي المنهجية المعهد اللي هي محتوطة في الدراسات الكل المنهجية شنو هي الراء وشنو اللي صار في الماضي ونأخذوا منه العبار معانتها شنو ما اللي ديناميك وشنو ما اللي فريابل اللي في الماضي أثروا على المسار متاع رقمنا ونشوفوا الحاضر والمستقبل شنو ما اللي فريابل النجم يأثروا ومعها ذاك نبنيوا أربع سيناريوات اليوم عملنا أربع سيناريوات من السيناريو الأسود إلى السيناريو معانتها المتفائل المتفائل جداً مش متفائل بركة يعني المتفائل ثم متفائل وثم المسار معانتها اللي بيزنسات جوجل معانتها إذا كنكملوا هاك الأربع الاحتماليات في الواقع متاعنا اليوم موجودين نروا على الطاولة نحب نقول نروا ما ثم حتى سيناريو النجم نخليوه دوكوتي لأن حتى السيناريو الأسود نجم يكون موجود على الطاولة نحن الفريق حبينا نتعاملوا مع هذي لإنارة الرأي العام لإنارة الناس وين تنجم تمشي تونس في الرقمنا في الأربع سيناريوات ولكن كي مش تعمل دراسة انتي نرمال ما تشوف لي تدليو وهذا شقلتو انتي توا تنجمش تعطينا الوضعية الحالية تار رقمنا في تونس معاناها باختصارك مش مانا توا شين وضعيتها الحالية والنجم نحسبوها رقمنا ولا نحسبوها رقمنا لكن بش نبسطها بش نقولها بكلمة اليوم معانا رقمنا غير مسيطر عليها شمعانتها غير مسيطر عليها معانا المسار اللي نحبه نزوه لان الرقمنا اليوم هي مجموعة من التكنولوجيات اللي موجودة ومتاحة للعالم كامل والتكنولوجيات هذية نقوله تكنولوجيات جينيريك معانتها انتي وكيفش تحب توظفها اليوم وين نحبه نمشيه بالرقمنا متاعنا شنو المشاكل نحبه نعالزوها بالرقمنا هذية معاناش ديركسيون ولكن هنا نجمعنا نرجعلك ونقولك انتي تقولي مش مسيطر عليها وانا نقولك بلك شي تسيطر عليها مفتعلة نحبوها تقعد هكا أنا عليش نقول انتي تفسير نعطيك بضبط بضبط هو تفسير فقط نجمع تكون احنا نحبوها تقعد هكا هي التفسير معانتها هل ان الرقمنا اليوم والتكنولوجيات المتاحة اليوم قاعدة تعالس في المشاكل اللي عنا نحنا اليوم هل تعالس في المشاكل الاقتصادية بتاعنا يونكور هل تعالس في المشاكل لا خطر بتقولي هكا يونكور خطرح نتوى من وقت سنوات قبل عنا كفاءات كبيرة في ميدان هذا وقادرين وكنا قبل حتى السباقين حتى في دول اخرى شقيقة وصديقة وعليش وقفنا معلش معناها ما كمنش طورنا وقفنا هي اول حاجة حاب نحب نوضحها انا للمشاهدين اللي هي الرقمنا هي مجموعة من التكنولوجيات والتكنولوجيات هذه تسمى تكنولوجيات اكسبونانسيال معانتها كل مجموعة تصعودية وكل مجموعة اقوى من المجموعة اللي قبلها في هالمسار هذي معانتها وقت اللي تجي التكنولوجيات يجبك توظفها انتي الواقع متاعك وتأقلمها الواقع متاعك باشتعال جميع المشاكل متاعك واضح اليوم النجم نقوله كازمان في التسان كام جينيراسيون متاع التكنولوجيات هذي على الوراق هذه تحكي انتها نحكي على الوراق اقصاد متاعك قوة البحث العلمي والمؤسسات متاعك والكافاءات والكابيتاليومات هذا متوفر لذول هذا متوفر لكن مش موظف الإدارة وكيفية تتعامل الإدارة مع التكنولوجيات هذي ونجم يكون زادة الاتجاه متاع التكنولوجيات هذي اللي مش نحن مسيطرين عليها هذي ثم شركات عالمية اللي بيجتهزوا المسار والتهزوا المسارات الأخر دونك انتي والهاليزاكتور اللي عندك بيجتنجم تتعامل معه ثم بلدان ترسم سياسات وستراتيجيات عندها رؤية اللي بيجتهزها اللي وين تحب تعالج المشاكل متاعها واضح سياس لين شكرا كنا نسمع وتوى في سعادل بن يوسف أعطاك الوضعية اللي موجودة شكرا هو أنت سياسات قلت أحنا نحبوها تقعد هكا أنا ماذا بي نقول بلكشي أنا ماذا بي نطلق من الريفليكشون اللي عملت أنتي ونبني عليها فكرة اليوم السياسة الرقمية والمقاربة الرقمية هي سياسة كما حكينا مرة أكثر من مرة رأيه السياسة مهيش السياسة السياسوية فقط وإنما سياسات اقتصادية سياسة اقتصادية في الجانب الطاقي سياسة اقتصادية في الجانب الرقمي هذه اللي توضع السياسات ويني نشكره سيبن يوسف على اللي تيود اللي عملها والمعهد على رأسه سيبن جانيت على المقاربة والفكرة المقاربة الرقمية لخطر اليوم معانيش حتى خيار اليوم العالم تغير اليوم العالم ماشي في مقاربة تيكدينوجيات حديثة جدا وإحنا اقتصادنا بعيد كل البعد لهذا الكل كناعملوا عن فلاش باك ونرجعوا بتوالي شوية اقتصادنا مبني على اقتصاد عنده قيمة مضافة ضعيفة مش مقولش ضعيفة برشة دونك القيمة المضافة ضعيفة وضعيفة برشة حاجتها في الرقمنا ضعيفة دونك لسيلك لاخشي تكتور دونوتخ دونوتخ ايكونومي هندسة اقتصادنا هي اللي خلتنا منمشيوش للرقمنا بكري وتأخرنا في الرقمنا ونقعد ونجمو نتفرجو في الحكاية هذية اقتصادنا منغلق حتى شركاتنا الصناعية شركات الخدماتية شركات الفلاحية كلها كانت تحت رقابة الدولة وحتى كنفتحنا الدوب الليش في السبعينيات نفتحنا واندمجنا في السلاسل العالمية نخدمولهم لهم هما لسوط خيطان تاحهم معناها بقي نخدمول لفائدة عبد حسب التكنولوجيا اللي حط هانا هو وما استغلناش الفرصة تو كنقارنوا إحنا بالصين حتى هي كانت اونيزين دي ماند ولتوى اونيزين دي ماند لكن استغلت الفرصة وتعلمت التكنولوجيا اللي خدمت عليها احنا طبقناها بطريقة بسيطة وما تطورناش وما تعلمناش وما استغلناش الفرصة نتعلي العالم جانا اللي دينا بشي وريننا صناعة قطاع السيارات صناعة النسيج بالآلات المتقدمة صناعات معرفية أخرى ما تستغلناش الفرصة لقد ساعة بو ديخ كنقلنا من ثورة إلى ثورة ثورة الأولى نتعلى الشغبان والسكاك الحديدية ثورة ثانية نتعلى الصناعة ثورة ثالثة نتعلى الانترنت ثورة الرابعة باعة متعددة الأبعاد إلى غير ذلك فما نسماشي للثورة الخامسة والأخ يحكي عن الثورة الرابعة فما الناس تمشي في السيستام كونيتيف التفاعل ما بين الأورديناتور والروبو والشخص والماشين لورنينج الماكينة تتعلم اليوم تسألها كان على سبيل الذكر فما لموذة توا انهارات شات جي بي تي تسألها سؤال اليوم الماكينة ما تجاوبكش عليه بأن غدوك تسألها نفس السؤال نجم تجاوبك عليه خطر الماكينة تتعلم تعديك اللي 24 ساعة تتعلم وتنجم تجاوبك من الغدو دونك خلاص القول اليوم بش نجاوبك سي نشأة انتي قلت نحبوها تقعد هكا مش على كيفنا الخطر كان بش نقعدوا بالوضعية انتع التكلس هذية ونتبعوا تتبيعوا بش نخرجوا ببساطة من التاريخ جملة وتفسيء سي ايمان كنت تسمع توافل في سعادل وحتى في سياسلين عليش قتلوا اينا بلكشي نحبوها ما تقدمش انا سمعت حتى سيد رئيس الجمهورية قالك العولة مارة وما شبهها مش نحلوها مش بالمعنى اللي احنا نقصدوها احنا ولكن فما في حاجات ماذا به العولة ما لا دونك السياسة شكون يسطرها سطرها رئيس الجمهورية دونك على ذو مقال وتوسي عادل كيفاش بتوليش يفهم اشكالية بش نجاوب على سؤالك وفي نفس الوقت بش نربط بكلام الاستاذ اصلين اللي احكيه على ومن بين النقاط اللي اثاره هو وسعادل هي الثورة الصناعية الرابعة والكاتبوان زيرو هذي اللي نحكيو عليه به بالنسبة في العالم الكل اي تغيير مهما كان نوع تغيير هذي ولو بسيط ديما فما عباد ترجع تحب تحافظ على الكمفور اللي هي فيه دونك زون دو كونفور هذيك اللي العباد تحب ديما تعيش فيه هذيك حاجة موجودة هذيك كفش تتنحى هذيك في تونس قالوا لا احنا نعطيه فيها دروس رو البره موجودة احنا يعني قادرين نعلم معالمية فيها ونقول لك اوكي امورك واضحة رو الرئيس يخرج يتكلم ويقول رو بش تتغير مريقل مريقل اذا قل لك مريقل وامورك واضحة تأكد انه حد شي ما هو مريقل دونك المريقل هذيك معنا احنا يخلينا وين طواليوم احنا نسئل ربما لسيد اللي موجودين معنا في البلاتو اليوم سعادنين سعادل سياسين نجم يجاوبون يعني كلهم تقريبا موجودين برميل الزاكتور اللي موجودين في البلاد واللي هم عندهم علاقة مباشرة بالإدارة وباللي ساير اليوم في البلاد الزاكتور هذو مسئلهم يقولوا اعطيني بلاتفورم واحدة اليوم في تونس منصة واحدة قادرة قادر تتعامل معها بطريقة رقمية وتوفر لك كل الامكانيات من غير ما تتحق انك تمشي لإدارة و تمس واحد من الإدارية نحبه اللمس أحنا نحب نشوفك الادارة عندها مشكلة مع الفيرتويل الادارة عندها مشكلة مع واحد ما تشوفوش ديما تخاف ديما تخونك يعني أنا أعطيك أمثلة متعناس أنا عندي صديق يعيش في إيرلندا ويخدم في شركة عالمية في إيرلندا أعمل كونت متاعه في بانكة ما يعرفهش مش متأكد اللي عنده يمكن أصلا وجود فيزيك وجاء لتونس وفاق اللي هو إنساء ما قالش إنه ماشي لتونس دونك كيجيب شيش بد بالكارتة متاعه اللي وصلته بليانسوير ممشيش للبانكة هم مفويله قالوا له تنجب يحكي مع أبليكاسيون بليانسوير مش معبد قالوا له را أنت في بلاسة يدور لي راك مش هي بيدها مكش في إيرلندا نجمت أبعث لنا تصوير تك وين انت موجود ساول روح وبعث للأبليكاسيون سور باحت الجمل ولا بحث هم حاجاتهم بلوكاليزازيون مش بلجمل له شبكت يصور اي صور هم حاجاتهم بلوكاليزازيون من يبشر جيد تصوير دونك والسايد وصلت لهم التصوير أكتيفوا له الكارتة من بعيد ما مشي له وليش بد بفلوسه أمور واضحة كل شيء لي بالعكس الابليكاسيون جيوبت وقتله مبروك الكاسكة جديدة كل صحيح الكاسكة جديدة خاطر هو شيري كاسك بلوتوث جديدة لابسها كيبعث التصوير الناس وين وصلت الناس كفيش قاعدة تتقدم احنا اليوم جرب انتي اعمل كونت جرب متعرفش البنكياجي برك جرب اعمل بانكياجي جرب اعمل بانكياجي ما فهميش ما فهميش يزمنا نمسوا هذا الوضعية متاعنا اللي 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 احنا فياتها موجودين فيه اليوم كي نحكيه هذين حاب نربط بالنحكيه على التكنولوجيا 4.0 التكنولوجيا الصناعية 4.0 اللي كان يحكي لها الاستاذ واللي انا حبيت نربطها بمثال بسيط وهو مثال مغربي ما نمشيه جديمة بعيد عنا نحنا في تونس السياني متاعنا المركز الوطني للأعلامي نمشيه نشوفوا المثال المغربي في هذين عندهم وكالة التنمية الرقمية هذين مؤسسة حكومية مغربية تم احداثها مؤخرا طبعا رو احنا المغربة رو في وقت من الوقات قروا عنا باش مشيهوا عملوا هدومة رو في كل ميادين رو مش حتى كده هذه يا سيدي قل لك عندها تبيعة استراتيجية طبعا كيما قلت لك ديما مؤسسة عموية مسؤولة بشكل خاص على تنفيذ استراتيجية الدولة من حيثه التطوير الرقمي وتعزيز نشر الأدوات الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين عدد منظومة رقمية متكاملة والمساهمة في رقمنة الإدارة وسد الفجوة الرقمية ودعم ثورة الصناعة كات بون زيرو يحكيوا عليها الثورة الصناعية الرابعة وقيادة إدارة التغيير في المجتمع من خلال التدريب وزيادة الوعي دونك منظومة كاملة المغرب راي مش نحكيه هو مش مش دي بلاتفورم هذو ما الكل نحكيه اليوم المغرب هي في آخر دراسة صارت المغرب أفريقيا هي الثانية بعد جنوب أفريقيا في الرقمنا بعضهم نيجيريا ومصر واتزير ومش موجودة تونس روا اللي سميت هوملكا لذومة لكل موجودين وتونس مش موجودة في الترتيب لايه الخامسة ولايه السادسة في إفريقيا في العالم العربي المغرب ثالثة بعض السعودية وبعض الإمارات حكيوا ديما رقمنا في العالم فهمة أقطاب كبرى اليوم المغرب من خلال قاعدة تمشي بالتوازي قاعدة تقدم على الأرض وقاعدة تقدم من خلال المؤسسات كما المؤسسة هذه اللي قاعدة تتبع قارنا لي أنتي جزء سؤال نختم به بين السياني وما بين وكالتة تنمية الرقمية والمغرب سعاد نين الملاحظة بتاعه والسؤال بتاعه واللي قال لك قارن أنا منحبش نقارن بهذا على خاطر زادنا مش بش ندافع على الإدارة ولكن أنا نقول لك كي بش تولي الرقم أنا عندي برشة بلايس بش تولي عندي فيها معنى هالتشغيل العبادة هذوما بش ينقص عندك البنوك كي بش توليها ديستانس بارشة بش يخرجو بش نعطي رأيها يخرجو من البنوك وش توليها ديستانس معاش عندك كله كونтакت مع البنكيجي ولا حتى لأسورانس توليت عندك زادة السكرتير للي هما موجودين قاعدر بش يقولك ما عش عندي أنا عندي مالة الاردنتور بتاعي معاش نسحق السكرتير حتى بش يقول رعندي فبتي نلقى روح والمور مريق لا يوجد الكاملات المتحدة ليس الأكتبار المتحدة 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 لا، ليس الأكتبار المتحدة ينقرضون جملة لديهم أمام يتحركوا على روحهم كيف؟ عندك المتحدة المتحدة مثلا كما تتوقف محطات البنزين المتحدة في أوروبا ما عايش عندك وكل بشي عالي ديركتو موي عادي من عندهم من هكا وليه دونك فما بشي يكثر لك من البطالع وإلا طالب بالشغل بشي ينقص كيفاش نعملو فيه هذا سيادين حتى أنت مش موافقني كنت ولكن تشوف السؤال متاعك صحيح في بلاستو أما حتى وقت اللي صارت قالوا ما عايش عندك ما عايش عندنا خدمة في الاطموبيل ومشي تنحا وكل شيء لا إلا يتوطميزي وباقي الاطموبيل تخدم في الناس وتخدم اللي ستطرطان حتى يزوكي الخدمة بدلت الخدمة بدلت الخدمة بدلت إنتي تحكي على الكمتابلي جدي نبتا كونتابلي بشي قد ديما كونتابلي أما بشي تخلقوا ومتاع الكتيبة اللي خدمها الأورديناتور تنبدل ما عايش عندك ما عايش عندك ما عايش عندك ما عايش عندك يبشي الواربع أما بشي تخلقوا ولا يزو بتخمم بشي تخلق حاجة أخرى دونك إنتي هذا مش بشي يصير في ليلة وضوحة عندك الوقت وحذر روحك وتعف روحك وينماشي كما قال سعادل دونك إذا كنت قرح حسابك منتا وتو تبدأ إنتي تحذر في تلامتا بتاعك وللطلبة متاعك للمواطن شغل الجدد يعني مش هذا الموضوع يعني قريت هالدراسة وصراحة عجبتني برشة الحق لقيتها بيانفت كاملة يعني سينبونت خباي أموة وحتيت أصبعكم على بعض النقاط قعدتوا باقي بوليتيكما قعدتوا سويا بوليتيكما كوريكت مع الإدارة ما صحيح أما ثم ثلاثة حاجات نحب نقوله بتصدق عندي شوية اختلاف مع الأستاذ في الموضوع هذا شكو مع سياسين بصديقنا شوف تونس في سبعينيات والثمانيات اللي فيفعله شوى وخلقنا وقرينا حسابنا يفي ديجا خمت ناس قبل اللي ممكن دان كنز 20 ترنتان غوين ماشين داكوردو انتي قلت سيانس فكشون في الدوكومنت بتاعك داكوردو سوف كهوليوود اللي محتوط توا الكلو بازي على التكنولوجيا وليحدو يلزون معنى اللي يتحطي عشرة سينة وقعد يصير اليوم داكوردو ماش سيانس فكشون في معنى حكاية فرغة راهوا عادةً سو كماتل الزاكتسة اللي سينياستي اكس ترى راهوا هذكا صحيح فيه وبتاك هذكا الابانتاج به احنا تونس خلقنا ودخلنا فرقنا قبل المغاربة قبل المغاربة قبل الفرقين كل لابخوف سيكو خلقنا جيل كبير من المهانسين في الانفورماتيك في التكنولوجيا اللي يولاوا أسادة وهو ما بيدوا قاعدين يعملوا في اليوم في جيل جديد هاو شنو الفرق؟ سيكو من جهة خلقناهم وما خليني لهمش الاسباس بعد بش يعملوا إبداع ويخلقوا رديناهم دسو تريطان خلقنا انفات جيل كبير من ناس ذو جودة كبيرة يسر يخدموا لغيرنا ويتيسوا لغيرنا لبرة علش؟ على خطر احنا نخف اللي دارة متاعنا خوافة اللي دارة متاعنا شنو كيفاش رقمنا وتولي كل شي ترانسبران وتدخل وحدك وما تجيش وصاحب الطابعة يولي ما عادش عنده تسيناتور ما عادش عنده بوفور عليك وش معناها رقمنا؟ معناها كل شي أوتوماتيك؟ معناها بش نعطي كل شي للناس كل يشوفوا فيه؟ شا عملنا؟ ولينا عملوا القوانين قبل ما نصلوا الابوليشون تكنولوجيك؟ احنا نقنوا الحاجة قبل ما تتخلق قلنا انت وقفت موراليتي دليستوار لدارة تونسية اللي كانت سباقة مش الدولة تونسية مش لدارة اللي كانت سباقة انها تخمم انه هذا شو بش يصير في العالم وخلقنا كفاءات وكل شي ما خلقناش منظومة بتاعنا وقت اللي ترينو مشاه ما كاناش عنا ترينو بتاعنا اللي تخلق بمؤسساتنا بولادنا وكيجينا بش نشريوه احنا الادارة تونسية تقول لك انت ما نشيرش من عندك تونسي اللوجيسيال بتاعك بره مشي البيع البره وبيع البره وتمشي تشري كل شي من عند دول من البره اه نشي من عند امريكا من فرنسا قال شو معروف ايام الباكدور اللي من تالي معناها انت تخاف انه التونسي يتفرج فيك اما انت كراهبك ولوجيسيالاتك اللي انت يشيرتهم من عندهم هو يتفرج فيك مستاتيليت البراني انت الباكدور متاعه شفته وما تراهش وما تفيقش بيه وما يعطيكش الكدسوس ووقتي اللي تفرضو عالتونسي متنجمش تفرضو عالبراني دونك مشكلتنا هنوين مش انه معناش كفاءات مش انه مناش قادرين على رؤية استرتيجية للدوكيومون اللي تعمل موطقي عنا ناس تنجم عن دراسة وقالها الكلام كل فيه رو موجود في الدوكيومون بطريقة اذخم شوية ممكن داكور دون انه من العوائق كبارة متاعنا انه احنا ماشي بنا كل شي تجي بالقانون ونبدأوا نحطوه في القوانين خطر نخافوه القوانين في البلدان الاخرين جي من بعد بش تغطي اكا الثغارات اللي يظهروا بش تحاول تقن شوف الرقمنا تفرض علينا مش احنا جبناه بش تفرض علينا تحب ولا تكره العالمة بش تفرض عليك تحب ولا تكره الديجيتال بش يتفرض عليك تحب ولا تكره وقاعد يتفرض عليك تحب تخدم وحدك اعمل كي كوريا شمالية سكر على روحك ومالجريسا كوريا شمالية ماشي مسكر على روحك خاطر تخدم تحت روسيا والصين خداك المنفذ واحد ما تنجمش تعيش وحده دونك احنا في تونس عنا خيار يا نختار ومش ندخلوا هي بش تتفرض بش تتفرض ناخذوها نتبناوها اهم المرة هذي محتوطة دولي في السيناريو 2 متاعك انه الادارة مرة هذي تفهم انه انك توصل انك تتحكم وعنا الكفاءات روح ومش نغسينها تتحكم في المنظومة اللي بش تتفرض في تونس لوجيسيال سيستيم غيزو انترنت لوكال كون شاي وبعت تيوميت ريسكي على اقل روح الحرب في العالم والاستقلالية والسيادة الوطنية الكلها بشتير في العالم في المراقنة والفيرتويل ما عش في جيك بسلاحي كخ عليك رو بساكر عليك الضو انت في دارك هذي الكل اذا كان احنا منتو ما نقبلوش انه وكنقول نقبلو روك نقول تونسا منش نحكي على الادارة السينية تمش تعمل لوجيسيالة نحكي على زي سي س دو زي توانسا الكل اللي موجودين ان نوضفوهم لمشروع وطني وخيار وطني الباهي والخايب يعني الفلوس والدولة تشري من عند التونسي قبل ما تشري للتيريقوم تاعه البراني سيون في باسه شواء سيون في باسه شواء كما محطوز في الادارة مش مش يقول البلاك سيناريو هذي اللي هو خايب ياسر ياسر سعاد منحبش الخايب ياسر منحبش نحكي عليه انا نحب نحكي على الباهي ياسر انتي تواملت الدراسة هذية ووقتيش مش تتقدم بياس الجمهورية ان شاء الله هي مع انت ثم مجلس مش يصير 21 مارس في 21 مارس مش تتقدم قدم الوزراء قدم خمسة وزراء خمسة وزراء في مجلسة في دار ضيفة ان شاء الله مع الاستراتيجية على الطاقة كذلك تابع الصناعة اي 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 اه 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 و هيا موجودة تاوي محلول النسكول محلول النسكول محلول نسكول نسكول في دارة بيريوديك. علش? لأن هذه التكنولوجيات تبدل باش. ديمة كله. والواقع يتبدل. يتبدل. ديمة ديمة تبدل أنت في السيناريو مع الإيسار. ما كناش نتستنعوا في الكورونا. جاءت الكورونا. وقفت الناس كل. سرعت الرقمنة. التسريع اللي صار في الرقمنة في العامين متاع الكورونا. هو ما يقارب سبعة ثمانية سنين إذا كان مشينا بالريتم النور مال. وهذا بشه ريكة أنا حبيت نقول لك اللي أحنا عن طاقات اللي هي تنجم. هي مقولة كل مرهونة في القرار السياسي كاورو. هو مشكلة القرار السياسي. هو القرار السياسي. والإدارة. ولو أحبط الإدارة. وبرشة حاجات اللي ونشاط الرأي. لكن ثم زادة اليوم ثم تكونت في تونس منظومة اللي هي هذي النظام البيئي الرقمي الليكو سيستام نيوميريك. يزينا نحافظوا عليه. أنا اليوم ماذا بياه. نحن ركزنا عليه. لأن اليوم ثم صيحة فزع. من الليكو سيستام. أنا معهم صار لنا من عام الفين إلى اليوم نزيف القدرات وتاقات بشرية خارجة. خارج من تونس. خارج. ناس وحدها خارج. كان في الستارتاب. كان في الليكو سيستام. انجينيور. خرج على روحه. القاميور. اليوم الشركات ناشئة هذية هي اللي قاعدة تخرج. لأنها مش قاعدة تلقى في الليكو سيستام متاحة. مش قاعدة تلقى الرحة متاحة. أنا أنا واحد عنده ستارتاب في ستة شهرة يترشق يموت. ما ينجم سيستنى من الإدارة ورقة في أثناثون شهر. في اليوم ثم معنا تسريع وتسهيل خاصة الشبان هذوما. أنا أحب ركز على النقطة هذية. بالنسبة لنا نحن الليكو سيستام هذية اللي خلقناها من 2018 إلى اليوم والي هو اليوم مفخرة متاعنا لأننا عنا قانون حتى في على الصحة أوروبية ولا حتى العالمية معنا. حاجة ليكو سيستام هولي يخلق الإطار هذيه. اليوم الرا في بوادر الانهيار. ستارتاب اكت. والسبعمائة شركة ناشئة. الرا بوادر الانهيار من الناس اللي يحكيوا ليهما. بدون الانهيار. اليوم قاعدين يوربو لأننا معنش لقينا راحتهم من هنا في تونس. إذا كان. ما لقاوش المناخ اللي يلزمهم. نو. المناخ وحتى بعض الأشياء زادة الموضوعية. ثم تعتيل. ثم تعتيل. اللي هو روز. روز. احسن سيناريو. انا ان شاء الله الرا في تونس عشر لاف شركة ناشئة. من هك. وعنا الطاق. في السيناريو الروز استقطاب من الكفاءات العالمية. بشتجي لتونس يطيبو فيها العيش. لأنه حاجة بيرو بورديناتور. وان ريزو مع انتا كي يسير. وحبي يقعد في الحمامات في جربا في تونس وين يحب. ويعطيبو فيها العيش. ويخدم على روح. والاستقطاب هذا ساير اليوم. في اسبانيا. في اليونان. في بعض. يقول لك أنا نعم المدينة متاعي بلاتفورم للستارتابر والترافايور. يجيو من برأ ومشي يخدم. نحن اليوم ينمشي في الاستقطاب والناس وتجي وتخلق شركات ناشئة إلى هنا. يا المنظومة اللي خلقناها في الخمس سنة. بشتمشي هي وتخرج برأ. هي بشتخرج. ووقتها. يا خيبة المسعى. يا خيبة المسعى لانا لانا ثم ضرب في البيقي كل. لانا هذوما هما هما هذي شنوة السبعمائة شركة دي. هي اللي توظف في التكنولوجيات اللي هي في الفرونتير. هذوما التكنولوجيات. توظفها بش تحطها للمنظومة الاقتصادية الكل. ولمنظومة الاجتماعية الكل. كي ما عندك شنطي ناس توظف. تولي تجري في اللي سوليشيون. ووقتها نشادرك الرأي. لانا بالضبط هذيك تشري في دي سوليشيون اللي يعالجوا في مشاكل في اطور اخرى. وتحب تحطها في تونس. تركبها على عقلية تونسية. على عقلية تونسية. تركبها على حاجة ما يشغل تكتب شفية. نحن نخسر في فلوسنا في دقاتنا. واتي لي السيناريو. واتي لي السيناريو نوار. في الاتويد فما حاجة قال عليه اللي يختر من الكاكة. انه انه فما مؤسسات موجودة في تونس قيبة ذات. ما حاجتش بالإدارة ودبرت راسها وكيفاش وعملتوا كل شي عملنا له. مثلا الهاردوير سي لو باران بوفر في اللي سوليشيون هذو ما. الهاردوير. البرتيل اللي هاردوير تشوها مشينز زيد. حتى الماليكين يشوها. ما عادش فيها قيمة موضافة. قيمة موضافة في الفيرموير اللي تحطوا والهاردوير. احنا الناس هذون ما شا عملنا. التلمان ضيقنا عليهم. اللي ولدت الشريك اللي قيمت الذات. توقع ده تخرج من تونس مشي بلا صخرة. بي. اخر قانون مالية عملو لهم تاكس وانبو على الهاردوير. معنا زي تغليت عليه يصوم. شو قاعد يصير. اللي يمشي لندرة. مرحبا بيك. خد صور حاضرة بيش. مواجي فيو حاجات رو تفجع. معنا دي دي جان خارجين من السوسة والحاجة. في بيلة ما شا دخلو. المانيا هربت بي كيب كاملة بالبروجيم تحب كله. على خطر. في تونس كسرون. قلو معدك ش حب تعمل الحقيقة. بي. اتيتني انتي الوردي. اتيني الاسود. الاسود. اللي احنا فيه هذيك ثم سيناريو. اللي بزنس هسيوش. اللي كي ما تواه. هروب اللي راو فيه. احنا. اللي هو. اللي هو. اللي هو. اللي هو اسود بيدو. اللي. اللي كان قمش تكمل. يا داشت قطر. اي. شدو بتل. تربة بتل. اذا كان ثم انهيار. انهيار شمع عندها. انهيار اقتصادي. انهيار اقتصادي. نحن ثم. نتو. يت. انا وقت لقولك. انا تتحكم في العاو. في الرقمنة وانا اتحكمش فيها. ايوه. الرقمنة. يتوظفها. بش الاقتصاد المويزي. الدخل والمنظوبة. اللي هي. يولي. وهذا السؤال يكون بش نتره. اي. وانا. شوش يصير. يولي. انا نجم نحل الباش فيسبوك ونبيع الحويز. اي. وما ندفع حتى تاكس. والاخر عام البطين ده. وحتة الوحيز. يدفع. ويدفع في كل شيء. وخدامه وضوه وماء. وقانون المالية يزيد عليه. وهذا هارب. دونك. اذا كان ما ندخلش هدايا في المنظومة. بالرقمنة. لانا اليوم الحرب على الفساد هو هو رقمنة. شو في اوروب. سي. لما انت انت يراه وتنجم الحرب على الفساد في الرقمنة. اذا كان دخل هدايا الاقتصاد المويزي. اتنجم. واذاك عليش يزمك توظف. وإلا عندك هروب. متع الاقتصاد المنظم للاقتصاد المويزي. اللي قاعدين راو فيه. والمؤشرات تراهم را. سي. عنا ترقل للنجم ونعرفه شو الورو. النجم نقاومه الاقتصاد المويزي بالطريقة هذية. النجم ما نقولوش نقاومه. نحنا انا ماذا بي. الاقتصاد المويزي الراجعه للاختصاد المنظم. شوف. خطر هو. خطر هو الرقمنة. بش نرجع لك سياس لين. الرقمنة بش تسمح لك بش تنقص من رشوة. خطر الماكينة مجيبش تعطيع فلوس. تخدم لك ورقة. العب تتنجم. اما الماكينة تقول لك هي هذي موجودة هي مش موجودة. دونك نقص من رشوة. ما قلت لك شارجع غدوة الماكينة. لا الماكينة كده ريزوتايح لا تنجم. كده ريزوتايح تقول لك ارجع غدوة. ما ترجع غدوة تقاومه ورقتك. الماكينة تنجم زيادة تعمل الكرتراسابيليتي متاع البرودوك يخرج من البرد حتى يخلط حتى الوكال. وإلا اي اي مواد موجودة في تونس. عليش تقولوا الاحتكار. ويقولوا هاو فما ناس قاعدة مضاربة. كي تعمل الرقمنا. هذي بشي تحق. انتي توريتش في مثلا في اوروبا ولا في الدول المتقدمة. ما يحكيوش هالحكايت هذو بابا. وفما حالات استثنائية ساسي سور لازم في كل بقعة موجود. ولكن كل شي عنده باكل كودة بار ذاك موجود. يتبعوا من اللي يتلد حتى اللي يمشي. منين جاء منين طلع منها. وهذا هو اللي حاشنا بيه احنا توا. خاصة انو انا سياسة الدولة توا. هي محاربة الفساد. ومحاربة الاحتكار. هذيك. دونك هذا يجب من ان. سي نشأة تحكيت على سياسة الدولة. معناها فما الدولة عندها رؤية. كي ما عندها رؤية استراتيجية في الجانب الطاقي. عندها رؤية استراتيجية في جانب الرقمنا. لكن فما الرؤية في جهة. فما الارادة من جهة اخرى. خلال الرؤية وحدها بشتقتصر على اسكولابيل. اللي في دانانس. معناها الاعلانات فقط ساقوم بكذا. ساقوم وبكذا. هذا جزء فقط من ما يمكن تحقيقه. لكن الارادة اهم. خلينا نتلقهم للشركات الناشئة. صحيح في 2018 جهة استراتيجية. وكان تكوين الشريكة والفشل بعد تكوين الشريكة راهو الثقافة هذي معناش بالكل في الليجاني نتاعنا في المنظومة نتاعنا ما فهماش تكون شريكة تفشل سيئة تخرج في المنظومة يزمك تتمنعها من القيام بشريكة أخرى ولا تبشي تدخل للدولة تخدم في مصمرة في حيط اليوم تنجم تكون شريكة أولى الثانية الثالثة وهذا هذه معناها الثقافة بديت تتبنائها بشوية بشوية وبدأي والشباب نتاعنا يعملوا المقاربة الأولى في ميدان معين يعملوا المقاربة الثانية في ميدان آخر هذي يزبنا نعرف روحنا لش نحبه عملنا لهم الرؤية كما قلنا إرادة ليومش نخليهم عنا خليهم عنا كيفاش صحيح فهم مشكلة أنتع مناخ أعمال للشركات بصفة عامة والشركات الناشئة بصفة خاصة حتى مجلة تصرف شركات الناشئة أساسا عندها مشكلة أنتع تمويل أنتك صحة سيمناشئة عندها مشكلة أنتع تمويل وقت لي توصل من جزء معين من التمويل معنا إنستخات معينة أنتع تمويل بصفة عليها تخرج للبرة ما هيش مزيئة معنا اليوم عنا شركات ناجحة جدا اللي نورت وجه البلاد وخدمت في تونس بلقدي لكن كي تخرج للبرة ما عادش توري تونسية وعنا إكزامبل تاع إكسبنسيا عنا إكزامبل تاع أنستادي بعنا عدة مثلة اللي توري الشركات كيفاش تنور وجه البلاد وبعد معاش ناجحة بشترشق كما قال الأخ يزمها كما قال أي من يزمها تخرج للبرة وتمشي للبرة اليوم صحيح أنه أنا كرجل قانون صحيح موافقك ومعناها نأمن بالحرية أنه كل ماهو مجاز وماهوش ممنوع يمكن القيام به والمراقبة أنتع الدولة في إطار تعديلي المراقبة أنتع الدولة في إطار رقابي بعدي نجم جي بوضع كراسات شروط الكراسات شروط طبعا تكرس مبدأ النفاذ إلى السوق تكرس مبدأ الحرية الاقتصادية مشتعجيز 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 إلى رخص مقنعة لخدمتي مصلحة معينة ومصلحة في أوية معينة هذا المبدأ لكن اليوم في مجلة الاتصالات ما نجموش ننطلقهم نتعديهم المرحلة المرحلة إلا ما نضعوا مجلة جديدة عدنان تعرف عليش خاطر اليوم مجلة الاتصالات كان نعرفوها هي تظهر جديدة لكنها بالية عام 2001 عندها مقاربة إدارية أمنية فقط مقاربة مجلة الاتصالات إدارية أمنية معناها باش تراقب وباش تحد من الحريات وباش تعاقب بالجانب الزجري هذا هو المقاربة أنت على الرقمية لا بعيد كل البعد عن هذا وهنا ما بنا نبعد عن خطر اللغة العربية اللغة الثرية جدا لكن الرقمنا اللي نستعملوها وننغماليزي معاها نحن نعود إلى disks Fun on digitalization إلى أو ازدأ نمير إعلاء احنا اليوم نيحكي على النا RN إلي هي أضعف الإيمان الضيش على الرقمة الديجال إلسا tiyladOS هي القطيع اللي تخلينا نتعدابه من مرحلة إلى مرحلة أخرى وهذا اللي ين Relجل عليه من نOLجوج على النوميرإزــــــــــــــــــــýـــــــــــــــــــــــت llevه نوميرإزـــــــــ300 ومعنا جيدك تحدثين على العالم نوك اليوم يجبنا نكونوا سوفيزا معناها نعرفوا لو إحنا ما نحبوا نحطوا في مخاقنا أنه إذا كما قلت لكم قبيلة إذا ما نتنقلوش من المرحلة إلى مرحلة باش يفوتنا الترينو وباش نخرجوا جملة من الوضع هذي الكل وما نلقاوش روي إحنا قدام دول ومشيت كما قلت لكم قبيلة في الانتليجانس اختيفيسيال ومشيت في المقاربة الماشين ليرنينغ اتساتي غاية اتساتي غاية خاصة هجرة الأدم غازدة اللي حكيوا عليها لتجرح القلب معناها رأوا في شبابنا رأوا نوعا ما 20% من مهندسينا يغادروا يمشيوا يخدموا في دي باي دول ويسيدو رأوا حاجة توجع القلب صحيح عنا مشكلة الانالفابيتيزاتيون اللي وصلت معناها وصلت القرابة العشرين بالمئة اربعة سكين تونس تقريبا عشرين بالمئة واحد ما يقراش طبعش معنا ما يقراش عنا زادة مسألة سي نشأت عنا مسألة الخروج من المدرسة قطاع المبكت قطاع المبكت قطاع المبكت هذا الكل كان المدرسة نتاعنا ما تتغيرش وما تتماشيش مع متطلبي بيت العصر في المهنة المستقبلية انتي قلت قبيرة بش نوقفوا الخدمة انت على الطبيب وانت على المهندس وانت على المحامي قطاع المحامي بش يقعد وطبيب بش يقعد على خاطر الديفلوبمانت على انتليجانس اكتفيسيال وصل للمرحلة انه يجيوا بكوي على المكويه ويتدخل في بلاست العابة دونك لي مش موافق احنا يزمنا ملتوى المدرسة نتاعنا تحظر روحة للميهنة نتاع غدوة الميهنة نتاع غدوة ما هيش الميهنة نقري فيها اليوم الميهنة نتاع غدوة مزانا منعرف ليش شوف يا سياسين اذي ذاك عندك استراتيجية وتقول هاو بش ندخل في تي ما نقول لك عنا استراتيجية لكن ما عنيش ايرادة فما فرق ما بين استراتيجية تبارك الله بمهندسين وبأسيد من نوع انت عصيب نيوسف وغيره نوضع الاستراتيجية الجميلة جدا بي لكن ها الرأي ايرادة الاهم عندك مضيف سياسين عندنا نوعي ما شو نتعديه ولا خطر اللوين والحل بي عندي مضيف في الموضوع لي انه سعاد في التصريحات سابقة وعاودها اليوم يعني كي قال على عشر الاف مؤسن ايش اليوم في البلاد بلاد فيها ثمانيميات مؤسن خمسين خرجوا من المنظومة في ثلاث سنين فقط معناها تسمى نسبة كبيرة دونك احنا نجم اليوم بالمرشيلي قلت انه صغير يسكن نجمه احنا فعلا نعمل عشر الاف مؤسن ايش او ليه ذا لا احنا كي قالك بالنسبة لون فيرون ما هيدا ليه متجمش سعيب شوي ولكن هذي المطول نقطة اخرى زيدة اثارها سعادل وهي مهمة ولكن للاسف قاعدين نتراجع وحنا كي قال انه الكورونا سرعت الرقمنا في بلدان اخرى سرعت الرقمنا للاسف احنا اليوم في تونس كان جي نشوفوا بريود الكوفيد خير من تو يعني في فترة الكوفيد كانت فمه آليات رقمية متوفرة متوفرة كنت نجم تمشي حتى من غير كارتة تجبد من ديستريبيتور فلوس بكود يوصلك على تليفونك حتى كان ما فيهش انترنت اليوم هذي ما عادش موجود معنى يريد كي نقدموا يعني كتصيرين لو تفعلين كل كارثة نقدموا شوي ومبعد في عهد الرخاء كنا بدينوا مرتاحين لانفيقوا نقولوا ليه معلم احنا متاع هذا ليه نحيا علينا لنحينا برشة حاجات الرقمنا تسرعت تسعة وعشرة سنوات كاملة في بلدان اخرى للأسف في تونس ما صارش هذي الحرب على الفساد هذي هو الشعار المهم برشة واللي قالوا سعادر وانا نوفقه فيه وخلينا نتبنيوه يكون سلوغان خليه يقول حرب على الفساد رقمنا تحب حرب على الفساد صحيحة اعمل رقمنا في البلاد راو اي حاجة بعيدا على الرقمنا را هي فساد راو اي كونتاكت فيزيك راو ذا مش معنى نخون في الإدارة ما نأفهم امكانية مدامك تحط لي كونتاكت فيزيك انا راني النجم نكون فساد دوك ما ديش بالضرورة تقول لا لا انتي حليت البابان راو هذي نحبو نبنيوها في المطلق ما ناش مشكلة لتنا لا مع إدارة تونسية ولا مع إدارة في في أي مكان في العالم أي إدارة تعمل للكونتاكت فيزيك بالضرورة توجد الفساد حاجة أخيرة ونختم بها نحكيه على تونس دولة متقدمة وقاعدين ننظروا للرقمنا والأطر القانونية بتاعنا تبركل عليها يعني في دراسة مؤخرا صدرت نحكيه لكش على المغرب ولا مصر ولا الجزائر ولا غيره فما غينيا قبلنا فما كينيا قبلنا أفريق الجنوبية هي الأولى طبعا في الأفريق فما غانا غانا مش غينيا غانا وكينيا ونيجيريا قبلنا في الرقمنا قبل تونس دونك هذوما رام دول لتوى مش قتلك روى عشر سنين للا لتوى ما زالت فيهم حروب أهلية وفهم إشكاليات تنموية كبيرة وفما تباين كبير بين المناطق داخل نيجيريا ولا كينيا ولا غيره مش كما العاصمة كما تخرج عشرة كيلومتر على مقر العاصمة اليوم هذوما بلاد فاتونا في الرقمنا احنا إياه نمشيوا معاهم يارانا مش مش نلقاو حتى كوريا شمالية على الأقل عندها تارسين أخرى قاعدت تقاوى بيها للعالم احنا معناش هذي الكل روى بش نلقاو رويحنا قاعدين نتراجع عام بعد عام ووقتها بش نخرجوا من المنظومة الكل معادش منظومات لا إنتاج ولا غيره سيادنين إضافة ثلاثة نقاط غربي ثلاثة نقاط بسرعة أولا موافق سياسلين أولا موافق 100% رو كي نقول ما لازمش نعملوا القوانين ماهش يتحل المشاكل بالعكس سبا دانتونس نحي اللي نسكر وخلي خفيف حاجة خفيفة بش نس نجم ونعطيك هنكزانت قسام الكراود فوندينك في تونس مزل ما بديش مزل ما بديناش بدنا نحكيه عليه عملنا له قانون ديجا وخليك خمساليف دينار ماكسيما ملا مش بش يسير كراود فوندينك انس الموضوع ليسيركولير ماهش خفهم لا وعليش خمساليف دينار ماكسيما مش بدخلك خمساليف مليار واني حبي يجي واصلي هذا مش بش يسير دونك برشة فلوس كانت بش تمشي تعاون ما ماش بش تمشي ايوا بيه ثمين كما قال ايمن سوكيه ماني فيك شوف راو اذا كان نحب ندخله في الرقمنا والحوكمة الرشيدة والنحيو الفاسد راو اللي لازم يعطي المثال الأول هي الدولة قبل ما انتي جي تقول راو هاو كيفاش نحب تونس ابدا بروحك قول اول كليان للمنظومات التونسية وللمؤسسة التونسية الدولة التونسية اول واحد بش يوتوماتيزي وديجيتريزي كل شي الدولة التونسية اول واحد يقول تحط الستة ورق هذو من الوردينتور يعطيك الرخصة متاعك وما تقابلشها الدولة التونسية انفو عملت انتي هذا الكل ما عش عندي كفسية كل شي وقته يقول بش نتبعكم انتو ما قاعدين تتكوروا كيف يولئ واضح داكود هذه النقطة لولة ومهمة جدا دونك رؤية وإيران حاجة اخرى راهوا اللي ميقراوش صحيح عنا 25% تونس ميقراوش اما الكلهم عدوا مصمارتون في القاهو دونك سرديخ كما قراش بتتكتيبه وقرأي كارثة في تونس لكن يستعملوا بلغة كل من خربسة ويستعمل اللي تخنيك حاجة نقطة اخيرة راهوا هذا الكل خارق العادة ولكلنا ما تفقين فيه لكن انا من الناس دعاة انو التفل التونسي والتلميذ التونسي نعلموه يقرأ بالقراية يكتب بسطيله بالبابي ويخنطب بسطيله الى مدة معينة من عمره خطر شفنا انو اللي زيليت في البلدان الاخرين اللي هو ما بش يحكموا في العالم غدا ما يتيحش تحت اللي يتعلموا كل شي هو اللي يخلي المخ يخدم واحد ويكبر يكبر يكبر نهارتي اللي يجي للرقمنا يستعملها كأداة ويتطورها المش هي بش تحكم فيه ويقعد هو ديما يحكم فيه راهوا هو مولادهم بيه اللي حاشتهم بيهم يقرر فيهم بسطيله والورقة والقلم والخط والكتاب وما يستعمل السمارتفون كانت يوصل عمره 12-13-14-15 عام شارة البنو الحبيب